السلام عليكم ازايكم عاملين ايه نهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض صانية الجلاش بس بطريقة حلوة قوي هيبقى مورق معاكي ومستوي وطعمه مش قادر اقول لكم على طعم دي بصوا الخرطة وطلعها معايا جميلة جدا شايفين عاملة زاي والحشوة مش هتفك منكم ولا اي حاجة يلا نقول بسم الله ونبتدي انا هجيب طاصة احط فيها ممكن تحط فيها اي مادة دهنية اول ما هتسيح بس كده هبتدي انزل باللحمة بتاعتي اللحمة اللي عندك اي لحمة ممكن تستعمليها انا بفرما حوالي نصف كيلو من اللحمة نزلت بيها كده وممكن تنزله باللحمة على طول لو اللحمة بتاعتك فيها نسبة دهون لو ما فياش دهون وحمره كده هنحطها ونحط معاها شوية سمنة تمام او زبدة زي ما تحبي اول ما اللحمة تبتدي تاخد لون كده زلت بالفلفل الاصمر والسبع بهارات وملح وهقلب كده زي ما انتو شايفين وبعدين انا محضرة بصلايا مفرومة بصلايا كبيرة مفرومة هحطها وهقلب كويس لحد ما البصلة بتاعتي بس تبتدي تتبل كده مع اللحمة وحس ان البصلة خلاص استوت كده تمام هي دخلت في السواء ايه هبتدي بقى هحط فلفل الوان متقطع مكعبات احمر واصفر واخدر او ممكن تحطي فلفل اخدر بس زي ما تحبي بس الطريقة دي الفلفل الوان بيدي طعم حلو قوي للاحمة المفرومة وانزلت بكم واحدة زتون كده ترنشاط صغير متقطع مكعبات صغيرة وقلبته وجبت بقى الصانية بتاعتي ولفت الجليش اول حاجة بعملها بحط من تحت في لفة في الصانية بتاعتي معلقة من السمنة وبتدي اقطع كده يعني حطيت قوي الورقة من الجليش وقطعت على قدها عشان اللي طلع مني دوت ببتدي اقيس عليه الورقة اللي هتتحط في الصانية بتاعتي عشان تبقى مظبوطة تمام او ممكن نحط الصانية على الجليش من فوق ونقطع على قد الصانية عشان اما حط الورقة يبقى الورقة مظبوطة طبعا طلع مني اللي من على الطرف دوت ده زيادة طبعا الزيادة دوت انا مش هرميه هنعرف دلوقتي هيتحط ازاي وهنا ببتدي بقى احط ورقة ورقة وبين كل ورقة والتانية بدهن بفرشة بسمنة كده زي ما انتو شايفين بحط ورقة وبدهن سمنة او ممكن ورقتين وبدهن سمنة تقلقيش هتطلع مورقة حتى لو حطيتي ورقتين على بعد وبدهن فرشة بس كده بسيطة بالسمنة طب الزيادة ديت هعمل فيها ايه هعمل فيها زي ما انتو شايفين كده بالضبط بحطه بالتساوي كده عشان طبعا ما نرميهوش حطيته كده اكنه اكنه ورقة جليش اكنه طبقة من طبقات الجليش وحطيت عليه ورقة من الجليش كده زي ما انتو شايفين وبرضو ببتدي قدهن سمنة وبنعملها كده بالتساوي حتى لو عندي ورقة ما تقطع ما برميهوش وبحط وس الجليش لما بنخلص خالص ما بيبنش ولا بيعمل اي تكتلات ولا بيعمل اي حاجة اكنه ورقة من الجليش بتاعي ولو في مثلا واحدة زيادة لفوق شوية بعملها بسمنة وبنزلها وتبقى مصبوطة ببتدي بقى احط الحشوة بتاعتي اللي احنا عملناها مع بعض وبحطها كده وبعدين بدوس عليها بمعلقة بقى او ممكن تدوس عليها بسباتيولا واكبسها كده عشان ما تفكش دي تركة عشان اللحمة بتاعتك كده ما تحطيها في صنيات الجليش ما تفكش كده بعد ما خلصت الجزء التاني اللي هو اللي من فوق للجليش ببتدي اقطعها اخر ورقة دي انا محطيتش عليها عسامنا لسه عشان اعرف اقطعها بقطعها كده زي ما انتم شايفين وبلف الصنيات من الناحية التانية عشان اتأكد ان الجوانب متقطع كويس بعدين بقسمها من النص كده انا هعمل الخطوة اللي هي الشريحة بتاعت الجليش عريضة بروح بقى عشان احضر السوس اللي انا هحطه عليها اللي هي التشريبة ديت عبارة عن ايه عن كوباية لبن صغيرة وثلاث او اربع معلق من الزبدة ومعلقتين نيشا كبور وملح وفلفل وبطين بقلب الخليط ده كويس قوي وبعدين ببتدي اول حاجة بعملها اكني بدهن على الوش كده وبعدين هصب كل الخليط اللي انا عملته دوت على الجليش بصوا انتوا هتحسوا انه هو كتير شوية بس مجرد ما هنسيبه خمس دقيق كده هتتشرب الحشوة الجليش بتاعها هيتشرب التشريبة ديت ووش هيتبقى منها ولا ايه حاجة شايفين كده بعد ما سبناها شوية تشربت وما بقاش ولا نقطة موجودة جليش بتاعي تشربها كلها وبعدين بدخلها الفرن على درجة حرارة مية وستين لحد ما تبقى مستوية بالشكل ده من فوق ومن تحت طبعا بصوا عايز اقول لكم مفيش ولا اي لحمة من الحشوة وقعت برة تماما طبعا الجليش دوت بينفع في العزومات وبينفع لو هنعمله كده للولاد سهل كده بصوا الخرطة سليمة بخرطتها ومفيش اي حاجة ممكن تقع وده شكلها ويا رب الوصفة تكون عجبتكم ومع السلامة اشتركوا في القناة